تعالوا بقى نتكلم مع بعض شوية عن حاجة مهمة جدا جدا في هذا الحديث وهي قضية الاتزان الديني قضية الاتزان الديني قضية واسعة والكلام اللي اتقال من البشواندس أحمد والبشواندسة انه هاي الكلام ده بياخدنا الى ملف الاتزان الديني ازاي الواحد يبقى متزن فيعمل اجراءات ثلاثة قبل ما يستنى شوية ويستشير خربير وما يجلدش ذاته وفي نفس الوقت يبقى عنده ثلاث قيم عنده قيمة الحب وقيمة الجمال وكمان قيمة الصدق هذا كلام كلام عن الاتزان طب على احنا الاتزان الديني حصل له اي نتوءات حصل له اي تعرض للمحن اه حصل الاتزان الديني حصل له خلل ليه طيب الناس لما هما بتعاملوا مع الاتزان الديني ما فيهموش قاعدة الاتزان الديني هو ما يجعلك منورا ما يجعلك طيبا ما يجعلك بسيطا ما يجعلك مبتكرا هو ده الاتزان الديني هو ما يجعلك تعيش الحياة مع الله سبحانه وتعالى بالمحبة والالفة وتعيش وانت منفتح على الناس هو ده الاتزان الديني الاتزان الديني مش معوق الاتزان الديني مش مقيد الاتزان الديني لا يضع القيود ولكن الاتزان يوضح لك الحدود ويقدم لك الحلول وعشان كده الاتزان الديني ليس بأعطاء الحلال سلس الدين والحرام سلس الدين والشبهات سلس الدين في واحد يجي يقول لي في حد عمل كده آه في ناس عمل كده ونحن نشوف ولذلك الفقهاء لما فاهموا الدين بالاتزان عملوا ايه قالوا ان دائرة المباحية اوسع الدوائر اللي هي دائرة الحلال اوسع بكتير من دائرة الحرام قالوا ليه قالوا لان فيها الدائرة دي فيها الواجبات وفيها المندوبات وفيها المباحات وفيها كمان المكروهات كله يجوز ان الناس تعيشوا بس في حد تاني ما كانتش عاجبه ده انتوا هتسموا نفسكم ان انتوا متمسكين وملتزمين بهذا الدين ازاي لازم دائرة الحرام تبقى اوسع عشان هل ده عشان تبقى زاهد لا عشان تبقى ملتزم ماسك دينك وقابض على الجمر وكأن الدين جاي عشان يخلينا معذبين وقبضين على الجمر وعشان كده لا ده الدين هو اللي وسع دائرة المباح وهو اللي خلانا نعيش في هذه الراحة وحضرت النبي اللي قال لنا دعوني ما تركتكم انما اهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم يعني حضرت النبي اللي سابنا في هذا الوسع اه والشرع ما سابش لم يترك هذا الوسع لانه غافل عن ذلك بل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تركت هذه الاشياء رحمة بنا في حد مش موافق على ده لازم دائرة الحرامة بقى اوسع عشان نبقى نقصات الناس ان احنا حماة الدين احنا اللي بنحافظ على الدين حتى لو ادى ذلك الى ظاهرة من اشرس الظواهر اللي بتقضي على الاتزان الدين عارفين ايه الظاهرة دي انا بسميها زهرة التحريم العقابي ايه التحريم العقابي ده طوامش التحريم بيكون بشرع الله لا ده فيه حياة تانية قال له تب مالا يحرم عشان يعاقب ناس على ان هم بتعمل معاصي فيحرم عليهم بعض الاشياء اللي هي حلال زي مثلا ايه واحد يروح طالع يقولك صيام ما لا يصلي باطل وترك الصلاة كبيرة وترك الصلاة ده شعبة من شعب عدم الايمان فانت تخلي بالك يقولك لا ترك الصلاة ترك الصلاة لا صيامة لا ايه يا عم الله بتعمل كده ديه يقولك عشان ما يتركش الصلاة قول بقى ان انت بتكفار لكن ما تجيش تقول لي ان انت ما بتكفرش حد وبعدين تجي تقول لي ان صيامه باطل هل معنى كده ان احنا بنساعد الناس على ان هي ما تصليش ابدا بس احنا بنضع اتزان ما نحرمش الحلالة عشان واحد عمل حرام لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وزي تحريم عشرة من لا يصلي اذا ما كانتش بيصلي متعشر عوش وكمان منع الزكال الشخص الفقير اللي بيدخن مثلا ولا ابطال صلاة غير المحجبة يقول لها واحدة دخلت الصلاة والتزمت بساتر العورة فخرجت من الصلاة فأيام غير المحجبة يقول يقول شوف انت بتعدوا حجاب زي لا يا سيدي احنا بنقر شرع الله هي صلاة وها صحيحة انت بقى عايز تبطل صلاةها ليه تحريم عقاب طب ربنا انزل شيء بدا لا طب بتعمل كده ليه عشان ما فيش اتزان ديني او اسقط مثلا ولاية الاب عن البنت وانا شوفنا في الجامعات ده بقى فترة بقى السبعينات الستينات بقى والسبعينات وانت طالع ازاي كانوا بيسقطوا ولاية ولاية الاباء عن البنات ويروحوا يتجوزوا البنات من وراء ابوهم لان الاب خلاص فاسق بيشرب سجاير ولا اسقطوا ولاية الاب اللي هو سايب بنته ومش محجبة لانه كده بيبقى دايوس انا بقول لكم الكلام اللي تقال ولا تحريم الزواج من غير المحجبات ولا عدم اخراج الصادقة من فوائد البنوك اللي هي البنوك اصلا طيب انت بتعمل كده ليه بتعاقب الناس ليه وتمنعهم من الصادقة ليه عشان هو شايف انه بيعمل حرام ولا كل عدم صحة مثلا صيام او صلاة المرأة غير المحجبة كل ده وعدم جواز خروج المرأة اصلا الا اللي ضرور والافضل عدم الجواز شوف بقى احنا بتدينا بقى ندخل في مناطق غريبة الشكل يقول لك الافضل ان المرأة ما تتجوزسي دكتور نسا يا نها ربي انت بتكلم جد قال له اهو بتكلم جد اصل والله عمل ايه يا عميه بتعمل دي ده انت اتحرم اتحرم الجواز اتحرم شارع الله ولا مثلا عدم جواز ركوب الاسانسير ولا التاكسي ولا الزمالة في مكتب واحد مع الرجالة ما بين الرجال والستات ولا عدم الجواز من اللي بيعمل في السياحة او يعمل في البونك او يعمل في البورصة ولا حتى عدم عدم الاكل عند حد بيتعامل مع البنوك ايه ده كله ايه ايه كم الحرام ده ايه ليه بنعمل كده كل ده انا بسميه التحريم العقابي انت بتعمل حاجة حرام عن حرم عليك حاجة حلاة زي تحريم الصلاة على النبي بغير الصيغة الواردة يا راجل الله سبحانه تعالى يقول يا ايه الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليم انت تيجي تقول لي ما تصليش على النبي طب ده بقول لك اصلي النبي ولا تقول لي ما تقرأش القرآن في اوقات معينة يا نارا بيض اذكروا الله ذكرا كثيرا تيجي تقول لي ما تقرأش القرآن في اوقات معينة ولا تحرم علي الصيام في أيام ما وردش بيان نص ده أنا عايز أصوم طب ليه طيب لأنه هو متصور أن مسألة اليوم ده وتنعاندي موقف منه فيمنع الشخص أنه هو يعمل كده أو تحريم أكل بعض المأكلات في مناسبات بعينها ده الأكل حلال لكن بقى في المناسبة دي بقى حرام ده ليه عشان أنتوا بتعملوا حاجات إحنا مش موافق إيه ده ليه طيب كل الكلام ده ولا تحريم ذكر الله إلا بالسياغ الوردة وتحريم تنظيم الناس كل الكلام ده عبارة عن إيه شكل من أشكال التحريم العقابي